السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكداريلا بس عليكم بخير نتمنى هذا الفيديو إن شاء الله يلقيكم في أحسن أحوال قبل أن نبدأوا إن شاء الله نصلوا على النبي اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم أخواتي جيت نشارك معكم بكيكا لدتها في بساطة خليكم تهدوا معنا الفيديو فورجة ممتعة بسم الله على بركة الله هناك ندروا أربعة البيتات بحرارة المطبخ أخواتي إذا كنتم تغفروا على بيض كبير ديروا غير ثلاثة أنا هنا أندي بيض صغير دير ثلاثة البيتات نضيفوا أيضا ليس كأس من السكر نضيفوا هذه العناصير من زيان حتى نحسوا بلا السكر داب مع البيتات هنا أخواتي ممكن لكم تخدمونها بالطرب اليدوي أو الطرب الكهربائي نضيفوا أيضا الفانيل نضيفوا نصف كأس من الحليب نضيف هذه العناصير من ياجدو فيها نضيفه ونضيف印 المفضل يحتاج أيضا نصف كأس من السكر ونحتاجه أيضا نصف كأس من المفضل بعد أن نضيف بعض العناصر نضيف الغربال لنا ونضيفه فيه جوشكو اسمينة الدقيق وخامرات الحلويات الوزن 11 غرام أهنا كنت نخلطوه الدقيق على انا بلي بالأباقي سائل وستطيع معلقة كبيرة ديالدقيق كيف مكتشاهدوا معي أخواتي في الفيديو سوف نضيف المدهون بالدقيق او ورق الزبدة نضيف له نصف كمية الخالط سوف نضيف المدهون بالدخول في الفرن ونضيف الفرن بارد وشعلته من المدهون بالدخول على درجة 170 سوف نضيف المدهون بالدخول على درجة 170 سوف نضيف المدهون بالدخول على درجة 170 سوف نضيف المدهون بالدخول على درجة 170 هذا هو الشكل من طبق الكيك الذي خرجناه من الفورن نضيفه على الكيك نحتاج سفليتر من الحليب المعالقة السكير 3 الشخص نحتاج ثلاثة المعالقة الدقيقة يمكننا نعود الدقيق بالنشاء على حسب الرغبة نخلط هذه العناصر ديونة ونضيفوهم على النار بعد التحرك المستمر باش ما يتحرك لينا الكريمة ديونة وتخسر هنا سوف نضيفو لها ملعقة صغيرة من الزبدة هنا نضيفو الكريمة اللي وجدنا فوق الكيك ديونة اللي غادي نعود ندخلها للفرن ونحتفظو واحد شوية غادي نضيفو بلاستيك غدائي باش نزينو به الكيك ديونة نضيفو الكريمة على طبق الكيك هنا نضيفو الخالط اللي كنا احتفظو به فوق طبق الكريمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا عالة الضوء الضوء ستضع كريمة سوف ندخل الفرن برقائق اللوز والزبيب يمكن لكم تستعملوا أي فواكيه جفة عندكم تزوقوا بها الكيكا ديالكم مهم هنا تزينك يبقى اختياري على حسب المتوفر اللي عندكم وعلى حسب اللي كتبغو سوف ندخل الكريمة اللي قلت لكم وعلى حسب المتوفر سوف ندخل الفرن برقائق اللوز والفق حتى تتحمر ونخرجها من الفرن ونضع نهائي لها نضع الوجه لها بل كوفيتر او المربا الى كان لكم تنبج مكلينا نستعملوه نضعها بباشرة من كتبغو سخونة ونضعها اخواتي حتى كتبغو تماما ونضع واحدة سيكون ونضع لها من الجناب لكي الكريمة هذه لا تسحش لنا الى كانت سخونة هنا كنوضعها في طبق التقديم هذا هو الشكل نهائي ديالها صراحة كتجي لديدا كنتمنى تجربوها وتبرتجوها مع الاسقاء ديالكم لتعامل فائدة شكرا على المشاهدة الى فيديو اخر ان شاء الله احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته